أقول لحضراتكم الأخبار اللي عندنا الأخبار اللي عندنا النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي استقبل ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة وفد شركة أديدس وذلك من أجل تعزيز الشراكة ما بين الطرفين خلال الفترة المقبلة في حضور المهندس عدل القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم وأحمد حسام عضو مجلس إدارة الشركة وأمير التوفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة أيضا كان متواجد الدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية لقطاع كرة القدم وكابتن أحمد الطوخي ومريان ديمتري مسؤولي التسويق بشركة كرة القدم ضم وفد شركة أديدس كل من بلال فارس مدير عام الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفكي مدير عام تسويق شركة أديدس اللي كانوا متواجدين النهاردة أيضا بيتر هتشل أو بيتر هشلر المدير الإقليمي للشركة في مصر وأوليفر أكوا فيفا مدير التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومونة عادل مدير التطويل الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومريم عزب مدير التسويق الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر وفد شركة أديدس عن بالغ سعادته بوجوده داخل النادي الأهلي والعودة من جديد للشراكة مع هذا النادي الكبير التي وصفها ممثل الشركة بأنها شيء في غاية الأهمية وخطوة لتعزيز النجاحات في مصر والشرق الأوسط من خلال شعبية النادي وتاريخه العريق الحافل بالإنجازات والنجاحات في كافة الأصعادة حرص وفد شركة أديدس على القيام بجولة تفقدية داخل مقر النادي بدأت بدولاب البطولات وملعب التيتش وقطاع كرة القدم الذي يضم الجم وغرف ملابس وقاعة محاضرات وباقي المنشآت داخل مقر النادي وعبروا عن رغباتهم في تكرار الزيارة لباقي مقرات النادي المختلفة أيضا قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي لوفد شركة أديدس والذي حرص في نهاية زيارته على التقاط الصورة التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين زيارات هامة جدا جدا فيما يعني بعد بعد يقولك طيب الزيارات دي بتساعد على قوة الشراكة وبتؤدي إلى متانة الشراكة الكبيرة جدا تخيل حضرتك اسم كبير زي النادي الأهلي اسم كبير كبير أفريقيا وكبير الشرق الأوسط بيكون متواجد مع شراكة مع أديدس واحدة من الشركات الكبيرة جدا في عالم الملابس الرياضية والكل يعلم من هي هذه الشركة وبالتالي هي شراكة محترمة وشراكة كبيرة جدا جدا هنا زي ما حضراتكم شايفين كلهم أو كل أعضاء الوافد متواجدين وأكيد بيسألوا مين ده ومين ده دي طبعا كابتن محمود زي ما حضراتكم عارفين عنده شوية برد كده ولكن زي الفل هو الحمد لله فدايما تلاقيه متواجد وهو يعني يعني مش عايز برضو أتكلم في هذا الأمر ولكن هو كابتن محمود الحقيقة تعبان شوية يعني هو زي الفل طبعا الحمد لله ولكن أقصد وجوده في هذه الظروف الصعبة أعتقد شيء مهم جدا 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 وفد مهم جدا وتعزيز الشراكة مع أديدس أعتقد شيء رائع جدا ما بين النادي الأهلي وهذه الشركة العملاقة والكبيرة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطالة رئيس مجلس إدارة ومؤسسة الأهرام ورئيس نادي الزمالك الأسبق الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأهل والأحباب الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون لجنة تسويق العضوية تواصل اجتماعاتها لمناقشة الخطة التسويقية والإعلانية في المرحلة المقبلة وكريستو ينضم لبعثة منتخب تونس استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة والتحاد كرة القدم يفرج عن المستعقات المتأخرة لكابتن دياء السيد وكابتن محمد شوقي وصلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا والسعودية رسميا تستضيف كأس العالم للأندية 2023 فيفا بيعلن مقاعد القرات في كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 نادي أربع فرق من أفريقيا طيب دي كانت أخبار